بداية مع الصدمة التي فوج بها الجميع بقيام بعض من الأفلام الكرتونية في الفترة الأخيرة بالترويج للشذوز الجنسي أو ما يعرف بالإعلام العالمي بالمثلية الجنسية الفيلم الأخير للشركة الشهيرة والدزني فيلمير لايت كان صادم بالنسبة للجميع وكان به شخصية شهيرة ومحببة للأطفال شخصية باز يطير في أحدث أفلامها التي تم إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية فوج الجميع بمشاهد بين الأبطال للمثلية الجنسية وهو أمر مستل صدمة للجميع اللافت للنظر هو قيام عدد من الدول العربية برفض إذاعة هذا الفيلم في العديد من دور السينما وحجب هذا الفيلم في كثير من الدول حتى غير العربية طبعا المملكة العربية السعودية الكويت مصر الإمارات كان لها موقف رائع إذا هذا الفيلم الكرتوني حرصا منها على الأطفال وحرصا منها أيضا على القيم الإسلامية وأيضا الفطرة الإنسانية التي ترفض مثل هذه الرزائل ترجمة نانسي قنقر